اشتركوا في القناة اليوم بدي اتكلم في موضوع الورنيش لاني انا لاحظت هذا الامر منتشر بين الفنيين وهو انه بيستعمل الورنيش اللي بينشاف على الهواء مكتوب عليه بكون انه بينشاف على الهواء وبالفعل بتركو يعني في حتى اللي السبب اللي خلاني اصور هذا الفيديو انه في بعض الفنيين بعد ما يليف المحرك ويدهنوا بالورنيش بيضعو بيضعو على باب الورشة في الخارج في الهواء الطلق بيضعو بالهواء الطلق يعني مدة ساعتين او ساعة وهيك على اساس انه المحرك نشف وبعديها بيجمعو وبشغلو اخواني المشكلة في الورنيش انه لازم يسلب لازم يسير قاسي يسلب فالورنيش من نعم مكتوب عليه يعني بعض الورنيشات انا ما بدي اعمل اعلان فانا مغطي اسم الورنيش اه مكتوب عليه انه يجف بالهواء ويجف بشكل سريع اه لكن بصراحة انا جربت انه يجف بالهواء اه وما وما مشي الحال يعني زي مثلا هذا المحرك انا دهنته مثلا اه قبل يعني حوالي اربع خمس ساعات لاحظوا لاحظوا الخيط بتحرك لاحظوا بحركه باصبعي خيط لاحظوا الملف اذا انتو شايفينه بتحرك لسه فيه تراوية يعني وهذا الكلام صراحة اه غير جيد نهائيا اه المحرك يعني بعد ما اه اه اتلفه اه بعد ما تلفه ويشتغل اه فترة ويعني انت اول شي بتنشفه بالهواء بتحسه انه اه الورنيش نشف لكن اذا شغلته والمحرك سخن برد الورنيش يطره وبيصير يسيل على البوبين وممكن انه اذا توقف فترة يرد ينشاف ويمسك البوبين ولما تجي تشغله مرة اخرى انه يصير ما يدور ويصير يزن طبعا انا شغلت مربحة على اساس اني اورجيكم يعني على المحرك هذا اه تقريبا صلي ربع ساعة عم شغلها او شيء من هذا القبيل لاحظوا الورنيش طري لساته يعني الورنيش لساته طري اه فانا بصراحة ما بنصح بهاي طريقة نهائيا اه الطريقة الصحيحة انه التسخين اما بالهواء السخن اما بالفرن اما على الصوبة زي ما انا بعمل عندي طبعا شو برجتكم يا انا في سلسلة بادي الشام وفي سلسلات اخرى في اكثر من فيديو المهم المحرك انه يسخن الورنيش لازم يسخن عشان يصير صلب هاي نصيحتي انا لكم ولا تحتمدوا على تنشيف بالهواء حتى لو مكتوب على الورنيش انه بنشف بالهواء فالافضل انه يسخن على اساس انه يتصلب يعني لاحظوا حتى بنقط الورنيش بنقط لسه لاحظوا بنزل نقاط منه فلازم يسخن على اساس انه يجمد ويتصلب هذا افضل للمحرك وافضل لشغل هاي هي نصيحتي لليوم لكم ولا تنسوا زياني بوصيكم وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا التوحيد لا اله الا الله محمدا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته